اشتركوا في القناة احادث جامد جداً موجود في ارينا بريك اوت النسخة الصينية وزي ما احنا طبعاً خلاص تعودنا ان اي حاجة بتكون موجودة في النسخة الصينية هتجيلك بعد كده مستقبلاً في النسخة الانجليزية قبل ما نخرف تفاصيل يا رجال عايزين نوصل لعشر تلاف مشترك يعني هو خلاص فاضل شوية كده ونوصل للعشر تلاف مشترك طبعاً بدعمكم لي بازن الله نوصل لعشر تلاف مشترك وزي ما انتم عارفين ان ارينا بريك اوت دايماً بتنزل مودات مختلفة في اللعبة عشان تكسر حاجز الملل اللي بقوا موجود عند بعض اللعبين وده يمكن اللعبة الوحيدة اللي دايماً بتفضل تنوع في شكل اللعبة الاول اخليكم بس تشوفوا بس اسكنات ارينا بريك اوت اللي انت يمكن تشوفها مستقبلاً في ارينا بريك اوت بس مش عايز حد يضحك ومش عايز حد يقول ان اللعبة راحت عليها بس فيه ناس بتحب الحاجات دي اشتركوا في القناة من فترة كده يعني من زمان اوي كنا بنتفرج على حاجة كده اسمها باور رينجز كان مسلسل كده اجنابي كده بمجموع شخصيات بيجوا شبه الشخصيات دي يعني اي الشخصيات دي تقريباً تشبه لها بالزبط اوما يمكن يكونوا هما الله اعلم بالسنة يعني الزاكرة على حسن ما جابيتم المهمة طبعاً انت عندك كده عجلتين حظ يعني هما شخصيتين اعتبر هما شبه بعضة بس فيه اختلاف طبعاً في الشكل شوية ومع كمان اختلاف فيه الاسكنات بتاعة الاسلحة اللي موجودة فطبعاً الشخصية دي زيها زي شخصيت بروسلي كده كان عندنا شخصيت بروسلي يعني تعتبر واخد نفس الحركة بتاعته وليه حركة الكاراتي طبعاً لليه يكون غفوغ اللي هو بي لعب كون غفوغ فدي برضو نفس القصة يعني لكن المهمة ده في الموضوع ده كله الاسلحة اللي ان فيه اسكنات للاسلحة حلوة بصراحة يعني عندك سلاح الام مية وعشرة وسلاح البي ناينتين اللي التين واخدين اسكنات كويسة بصراحة يعني انا عجبني الاسكنات لكن مش عجبني بصراحة للشخصيات عشان ما اكدبش عليك وطبعاً كل واحد براحته طبعاً وبالنسبة يعني طبعاً فيه ناس طبعاً بتحب يتعلقوا وتقول ان اللعبة باضط بسبب اسكنات اللي زي دي طبعاً فيه ناس يا جماعة بتحب الكلام ده يعني فيه ناس بتحب فعلاً تشحن في اللعبة تحب يكون فيه اسكنات للشخصيات فيه اسكنات للاسلحة فيه ناس بتحب الكلام ده وهما طبعاً اللعبة كلعبة مربحة برضو هم برضو عايزين نكسابه يعني يعني هم هيسبها لك كده كل حاجة فريد فطبعا لازم ينزلوا بعض الحاجات اللي زي دي عشان خاطب برضو يكسبوا منها فلوس لأن هم عارفين ان فيه ناس بتحب الليسكينات والحاجات دي يعني تحب الاول المظهر اهم من اللعبة نفسها يعني فيه ناس بتحب المظهر فعلا قبل اللعبة طيب نسيب بقى الاسكينات بقى ونروح ليه الحادث بتاع ارينا بريك اوت انا عارف طبعا ان اتعينيكم هتطلع على الاسكينات وتموتوا ويكون معاكم اسكينات زدي انا عارف فيه ناس كده عندها الحب بالحاجات دي المهم عندنا طبعا احداث بتاع ارينا بريك اوت وتعارفين طبعا ارينا بريك اوت دايما تنوع يعني في الشكل اللعبة طبعا احنا في النسخة الانجليزية هم نزل لكم مزرعة مغلقة بالمناسبة لك كان الناس دايما تسال على المزرعة الخطرة للتمزل لك سوابة وليس متغيرة حالي بتشوفها متغيرة bueno بداخل時 بتد Stroket بعد كده فقاف مازل لك سيكون فقاف اللعبة هتجdens الى الحاجات ستجد عليج خارجة ميين كل الخارج الىounds لكرمه عادي بقى يعني هتلاف هتبقى منطقة عادية منطقة مغلقة منطقة خطرة هتلاقي التلات مداد دول موجودين كلهم او التلات حاجات موجودين كلهم في باقي الخرايط كلها اللي موجودة عندك فانت هتلعب وهتهيص يعني فان ما تقلقش زي ما قلت لك مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة يقول لحاجة ارينا بريك اوت بتفصصها لك كده بيجيبها لك حاجة حاجة بتحميسك صح زي ما هي حميستك كده في ايه المزرعة بعد كده شاليتها بعد كده انت طلبتها تاني بعد كده رجعتها لك تاني هي بتبقى اللعبة كده بتحميسك بعد كده تاخد الحاجة منك وترجعها لك تاني المود اللي موجود حاليا ده المود موجود في الترسانة وده تقريبا تكميلة للاحداث اللي تققوا موجودة في الموسم التاسع بتاع ارينا بريك اوت النسخة الصينية احنا طبعا بدأناها معكم بطور القصة اللي انت شفتها في الاول وبعد كده بتبدأ للمرحلة اللي احنا من انتباه حديد الوقتي ده حدث موجود برضو في الترسانة برضو ما كان مود القصة برضو موجود في الترسانة وتقريبا كده ان الموسم التاسع كله هيتبقى احداثه كلها موجودة في الترسانة يعني احنا بدأناها بطور القصة بعد كده المرحلة اللي احنا فيها حاليا برضو بنلعب مود في الترسانة وبعد كي في يوم اربعتاشر تسع حتى هو مغلق حاليا يعني هو محطوط عليه يعني لسه في يوم اربعتاشر تسع تقريبا في حدث برضو وتقريبا برضو هيبقى موجود داخل الترسانة الحدث اللي موجود في الترسانة حاليا الميزة الحلوة اللي فيه اللي هو التكلفة بتاعته قليلة جدا يعني ايه تلاتين الف قوية نقيمة المعدات فانت بتنزل هو طبعا الجو رهيب اللي هو جو الظلام طبعا ممكن ما تشوفش حاجة فيه بس هي الدنيا حلوة يعني ممكن تطلع بلود كويس بأسلحة كويسة طبعا فيه ناس اساسا فيه ناس بتحب تنزل بحاجات كويسة يعني مش شرط انت نازل بمعدات قليلة فكل يبقى كده لا فيه ناس بتنزل بأسلحة كويسة فاللود بتاعها بيبقى حلو يعني ايه الاول يا شباب برضو انا بعتذر عشان انا الفترة اللي فاته ممكن ما نزلتش بقى لي كم يوم ما نزلتش فيديوهات وحتى معرفتش هرد حتى على التعليقات بصراحة لاني كنت داخل في جو مرض بصراحة يعني الحمدلله الواحد نجا منه بعجوبة اللي كنت بتبهدل بصراحة ويعني والحمدلله لكل شيء يعني بس اسمحوني معلش اللي انا يعني ايه معرفتش هرد على التعليقات ومعرفتش اعمل فيديوهات الكام يوم اللي فاتوا دول وفي النهاية شباب اتمنى ان الفيديو اجوبكم ان شاء الله نتقابل مرة تانية فيديوهات تانية كتير جدا نشوفكم على خير ما تنسوا يا شباب الدعم باللايك والاشتراك في القناة والسلام اجراء accommodation بيبني بريك شكرا